أستاذ محمد، طبيعات إزاي الاحتفالية؟ ومش أكلم على الجانب الفني والمبرارة نفسها، لكن الشكل العام بعد انطلاق الصفارة النهاية والإعلان الرسمي واحتفالية النادي الآلي بالدرع رقم 42؟ يعني دي لحظة جاني استمار، لحظة يعني اللي أنا بذرع على مدار سنة كاملة أكتر من 13 شهر، المسابقة بدأت في سبتمبر 19 بتنتهي في نوفمبر 20، جهد كبير جداً بيتم يعني تتويج الفريق في هذه اللحظة، في هذه اللقطة الجميلة المضية اللي اعتاد عليها النادي الآلي على مدار 42 مرة، اللي اعتقد أصوحت ادمان بالنسبة للنادي الآلي، ادمان بالنسبة للجمهور النادي الآلي، الاتحاد تشعر كده النادي الآلي لا يشبع من الدوري على الإطلاق، يعني دايماً اللي بيبقى معها أكلها وبيأكل فيها، ممكن ينجي في لحظة كده ويعني يملها زي الأكل، الأهل لا يمل الدور، الأهل لا يبتعد عن الدور، اللي دايماً ممسك في الدوري أياً كان، ودايماً بيؤكد أن الدوري ده هو بطولة الفريق الكبير، بطولة الفريق التقيل، بطولة النفس الطويل، المشهد ده لأول مرة بنشوف المشهد ده عندنا في مصر، لم يسبق أن تم تسليم درع الدوري في مصر تقريباً غير هذا الموسم، وإحنا كنا بنطالب بده من زمان، يعني الكاس المعروف بيتسلم في الملع، لكن الدوري كانت الفرقة بتطلع وتحتفل وتخلص القصة، وبعد كده الدرع كانوا بيبعتوا عن الناد الأهل، القيمة أنه كده دي ديني الدرع كده، ويا حبازي لو كان وسط جمهوري كان اللقطة كانت تنقصها، صحيح، المشهد ده علشان تبين البطل التتويق زي ما بيحصل في كل أندية العالم أو في كل دوريات العالم أن التتويق بيكون في آخر لحظة في آخر مباراة وطبعاً كل الشكر نادي طالع على الجيش اللي وافئ إن النادي أهلي يعمل هذا المنظر في ملعب ناقل المباراة طبعاً دي كانت نقطة محترمة جداً وهو هي دي الروح الرياضي هي دي القيمة أنه وافئ على ناقل المباراة اللي ملعب النادي أهلي عشان نادي أهلي يحتفل على ملعبه وفي أرضه وفي مكانه وفي مدرجاته اللي بيكسر لون الأحمر فدي كانت لقطة جميلة ولقطة مديئة يا رب دايماً بالتوفيلي نادي أهلي وننتظر البطولة إن شاء الله هو زي ما عاد